بنفس طائفي، مشاريع استحواذ جديدة يقودها ديوان الوقف الشيعي للعبث بالإرث التاريخي العراقي وجهة الوقف الشيعي هذه المرة هي أثار مدينة سامراء التاريخية فلم يكتفي الوقف باغتصاب المرقدين العسكريين في المدينة والاستيلاء عليهما وغلق مسجد سامراء الكبير ومدرسته الدينية منذ أكثر من 15 سنة ومنع أداء الصلاة فيه فبات سعيه يترجم اليوم في محاولات مستميتة للاستيلاء بالكامل على المسجد والمدرسة الدينية وهو ما أثار احتقانا وغضبا واسع مسجد جامع الكبير وصال لأكثر من 850 سنة هو راسق في هذه المدينة جدور وتاريخ إذن أجيال مرت على هذا المسجد صلت بي ومرت من أمامه وكان لها ذكريات كبيرة رقم واحد رقم اثنين المدرسة العلمية بدأت 1889 يكتملت تقريبا 1910 وما يقارب إذن صار لها أكثر من 120 سنة تقريبا إذن إلها ناس تخرجت منها أكون هالناس انتماء معاها الجامعة الكبير ومدرسة العلمية وجامعة حسين باشا والمنطقة اللي يحاولها لازم ترجع لأهلها ما عدنا شيء أكثر من دنيا وهذه مو احنا مطالبين فالشيحنا مو حقنا هو حقنا وحق الأجيال كلها الآن هي مغلقة وحقيقة لا يصبح لأي شخص بارتيادها ودخولها وعبادها حتى زيارة هذه لا يصبح فهي الآن مجهول مصيرها وحقيقة نطالب فتحها أمام المصلين وكما كانت في السابق المخاوف الشعبية من محوي تاريخ المدينة تتطابق مع تحذيرات سابقة أصدرتها هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت فيها انتهاج الوقف الشيعي سياسة تزوير التاريخ عن طريق الاستيلاء على أثار سمراء ومدن أخرى على غرار الموسط متهمة رئيس ديوان الوقف السني بتمرير اتفاقات مجحفة بالأوقاف وإمضاء صفقات مشبوهة لمصالح خاصة ومع غياب الأمل بتحقيق العدالة داخليا وتواطئ الوقف السني وتورطه بصفقات مشبوهة هدد البعض بتدويل قضية أثار سمراء حفاظا على إرثها الحضاري نحن إن شاء الله في الأيام المقبلة إذا لم نصل إلى حل فإننا سوف نعمل على تدويل هذه القضية سوف نناشد الجامعة العربية هذه الرموز والأرث الحضاري مسجلات في منظمة اليونسكو فسوف نناشد كل العالم ونبعث رسائل الأمم المتحدة في تدويل قضيتنا واستحصال حقوقنا إن شاء الله وفي حين تتعالى الأصوات المطالبة بوقف آلة محوي تاريخ سمراء تثار أسئلة مفتوحة السيناريوهات عن مصير بقية أملاك ديوان الوقف السني التي باتت تواجه خطر خطة الاستيلاء المختلطة بسياسة تغيير التركيبة السكانية دون حسيب أو رقيب ترجمة نانسي قنقر